السلام عليكم ورحمة الله معكم دكتوراد رزا خاطر حجر واليوم هنشرح المحاضرة للمحاضرات الآيلتز ورح نأخذ فيها رفيو عن أنوتومي بالحقيقة الصعوبة في هذه المحاضرة تكمل من كثيرة مصطلحات طبية تحتاج إلى الصور فخليت لكل مصطلح طبي جيد عليكم صورة بحيث توضح كل الفقرات إن شاء الله رح نتكلم عن الكونجينة الانوماليس والتي تشمل إبيكانثس وهي طيال في العين وعندنا الكولوبومة وهو نقص في ضمن الجفن وابليفرون وهو الآيلت مصطلح طبي فأبليفرون يعني أ يعني أبسنت أبسنت أوف ذا آيلت وأنكيلو بليفرون ولي طبعا رح نأخذ إن شاء الله وبليفروفايموسس والتليكانثس بعد رح نتكلم عن بنائنس النوجلس أن السيست يعني رح نأخذ بالانوتومي هوم في الآيلت هو مجموعة من الغلاند فهذا الغلاند قد يصير بيها مشاكل في مثل عدنا الميموبين الغلاند اللي يصير بيها بلوكيج فهو تنطينا حالة الكاليزية ممكن يصير بيها انفكشن فهو تنطينا انترنال هورديولم وعدنا الاكسترنال هورديولم اللي هو انفكشن مرات أيضا مهم من الهورديولم من السيست ينطينا السيست فنسميها السيست وكذلك عندنا السيست أوف مول أيضا عندنا نأخذ كرونيك بليفاريتس والتي احتشميل انتيرير بليفاريتس والبوسير بليفاريتس والتي هي كرونيك كونديشن يعني هي من اسمه كرونيك بليفاريتس وهو كرونيك كونديشن والتي تكون انتيرير بوسير لانه الايلد هو بحدات راح نقصمي الانتيرير و بوسير مثل ما راح نشوف وبالنسبة لي الايلش دي سورجس راح ناخذ ان شاء الله في المحاضرة الثانية فنرجع بالبداية فبالنسبة للسيستروكتور أوف ذا آيلد يعني هو الايلد هو يعني وكأنما هو فولد أوف سكين ولكن هو سبيشل يعني سبيشل طائعي فاح يكون هو سكين بالبداية فاري ثن اوكي فعندنا فاري ثن لوز لأتاشد اندلاينك ستركتور اي مثل ما نعرف انه هو الجفن هو جدا جدا رفيع فاكيد السكين وصبكتين يصلير راح يكونون جدا ثن فالسكين احيكم فيري ثن واكيد روز اللي اتاشه اندرلائينك ستركتور السبكوتينيس ليير كنتيني نوم فات they are fairly indistinct يعني هو السبكوتينيس ليير اللي هو بالسكين العادي اللي يحتش من النا الفات فإذا كانت الايلد هو مايحتوي على فات فما راح يعني احيكم اندستينكت ما راح نفرقه يعني فبس راح نشوف رسكين ما راح نشوف سكينيس يشوف سكين ولكن اشن الفاعد ليش يعني تم ذكره انه هو موجود بالاناتومي The significant eyelid swelling, scenic conditions such as preceptal cellulitis is caused by the accumulation of the fluid in the loose connective tissue إذن عندنا صوب كتينيس تشوه عبارة عن فاتو كونكتف تشو بما أنه أصلا في حالة الآيد هو ما أقفت فما راح نشوفه ولا راح نحتم به كثير إلا في حالة أنه صار عندنا انفكشن فبهال حالة راح يصير يدام مستخدام المكسي في هذا المقدس فرح يصير على الكولوبين أي مثل ما نعرف السيليوليتس هو إنفكشن في السيحة التقديم بعدنا قابل المسكولير والتي طبعا يعني عدة لحالة فالصوات المأض vampيلي وإنسرشة المأضم strand والمولاريس مصصوّل والتي سنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله عدنا أيضاً الـ Sub-Muscular Layer ولي Containing main blood vessels and nerves إذن عدنا المصل بعدها راح يجينا الطبقة جواتها الـ Sub-Muscular Layer which contain the blood vessels and nerves اللي أيضاً من ضمنة هذه أكيد المصل وعندنا التارسس وهذا هو مصطلح جديد عليكم واللي هو التارسس واللي هو بما أنه أكفد Structural Skin وكوة كل شيء thin فلازم أكفد Supporting Elements لهذا thin tissue واللي راح أشمله إنا هو التارسس هو التارسس زين فالتارسس is the skeleton of the eyelid attached to the orbital bones by the medial and lateral part fibral ligament فبثل ما نشوف في الصورة خلي نتكلم أولاً بعدة طبقات أولاً نحن لدينا كيداً الـ Skin وعندنا الـ Sub-Cutaneous Tissue وبعدها لدينا المصل والمصل على عدة يعني طبقات الـ Orbicular Socle Muscles وعندنا أيضاً كذلك الـ Eleviator Muscle وبعدها لدينا Sub-Muscular Layer وعندنا ما يسمى بالتارسس اللي هو هذا بالتحديد هذا التارسل بلايت التارسل بلايت واللي هو يعتبر الـ Skeletor هذا إيش راح يحتوينا؟ وطبعاً هو التاش to the medial and lateral palpebral ligament فهذا الملون باللون الأخضر هو الـ Medial وهذا lateral palpebral ligament وهو بما أنه هو supporting element فحتى يعمل أكيد supporting لازم هو بحث ذاته بين supported صح يعني؟ فهذا التارسل ما له عن طريق الـ Medial واللاتر palpebral ligament ثم هو بحث ذاته بحث ذاته لدينا الـ Palpebral conjunctiva firmly adhering to the underlying tarsus يعني بعد التارسل مباشرة سيكون هناك طبقة يسمى الـ Palpebral conjunctiva اللي هي هذه اللي هي adhering to the eyelid وطبعاً الـ Conjunctiva هو عبارة عن two types اللي هو الـ Palpebral ولا هو يعني متصل في الـ Eyelid وعندنا البلبر وهو الذي يحيط الـ Glob يحيط الـ Eye itself فإذا لدينا مثل ما تعرفون الـ Conjunctiva Palpebral وعندنا البلبر Conjunctiva بالنسبة للتارسل نسينا هذه الفقرة The meemobian glands embedded in the tarsus حوالي 20-30 upper وعندنا 10-15 lower يعني الـ Upper eyelid هو الأكبر فأكيد هو يحتويني على الجلانس أكبر أو أكثر وهي هذه الجلانس اللي موجود في الـ Tarsus Plate وعندنا مجموعة الجلانس اللي هي 20-30 في الأبر وحوالي 10-15 في اللور وراح نتكلم عليه أكيد بالتفصيل فهذا ما يخص الأناتومي أو Structure of the eyelid لدينا الـ Skin والذي سيكون والسوكوتين والسوكوتين السللي ما كنتين يفات بالتلهي كل شيء ولكن غاية أو الأهمية أنه هي إذا صارسل لا تسراحية لسبب الـ Swelling فيها الـ eyelid وعندنا المسكولر layer والذي ستكون على عدة طبقات أو عدة وعندنا المسكولر layer وعندنا المسكولر layer التي بها بلد فصول وعندنا التارسس والذي هو سكيلتن وهو أيضا يحتوينا على ميموبين وعندنا البابروري الـ Conjecture فريديان الـ Underlying تارسس عندنا المجموعة من الـ الجلانس عندنا الـ وعندنا المجموعة من الـ سبيشيس وعندنا المجموعة من الـ الكارنكول وعندنا المجموعة من الـ الكارنكول وهذا أكثر شيء هي سبيشيسي تتواجد في هذه المكان ولكن أيضا هي بشكل عام متواجدة أهم من المتواجدة في الـ الـ هذا فهي باعتبار أنه سبيشيسي أكثر مع الـ فأكيد سيكون وهو موجودا لدينا الميموبيني جلانس وهي أكثر الميموبيني جلانس فاوض مثل ما أخذنا التارسل اللي هي من ضمنه راح يكون عدنا إيش هاي التارسل اللي هو في اللون البرتقالي وأشوف انه داخله في اللون الأزرق هو الميموبيني جلانس they empty through a single row of 20 to 30 orifices on each lid فإذا راح يكون عندنا أن on each lid راح يكون عدة opening فاللي هي هذه opening of the mamibian glands a gland consists of a central duct with multiple acini the cells of which synthesize lipids that form the outer layer of the tear film فإذا مثل ما أرى هنا عندنا single duct or central duct وعدنا عدة acini هي اللي راح تبلي تفرز الميبة واللي هو مهم كthe outer layer of the tear film اللي هو ممكن نعتبر طبقة الدمع خلي خلينا أخذ هاي الصورة مثل ما أرى هنا عندنا هذا tear film واللي طبعا الجزء الأكبر والأساسي من عنده هو الميوكو اكويس اللي هو يحتوي على ووتر وميوكويد وعدنا أكيد الليبيد layer أيضا هي مهمة وهذه الليبيد layer أكثر شيء يتجي من الميوبين glans فهذا بما يخص الميوبين glans بعد ننتقل على glans of these these are modified specious glans associated with lash follicles إذن مثل ما نرى عندنا specious glans اللي هنطم اهتفايد نفس ما هي موجود أكثر شيء بركارنكل وعدنا الميوبين glans اللي موجودة بالtarsal plates وعدنا glans of season اللي ايضا مدفع specious glans ولكن هي associated with the lash follicles فمثل ما نرى ال eyelash هذا فموجود من ضمن ال glans of season اللي طبعا اللي رح تنطينا يعني غذاء او تنطينا support او حتى ممكن حماية اللي ال eyelash glans of mole are modified apocrine sweaty glans opening either into a lash follicle or directly into the anterior lead margin between the lashes they are more numerous in the lower lead فإيضا glans of mole هو apocrine sweaty glans فهي احد الغداد العرقية والتي هي ايضا متخصصة في ال eyelash فهذه gland of mole وعدنا the eccrine sweaty glans are distributed throughout eyelid skin and are not confined to the lead margin in contrast to the glands of mole يعني مثل ما نرى في ال skin ايضا هو يحتوي على sweaty glans بشكل عام يعني عن ال skin فأكيد هو ال eyelash بمعنى هو skin فأكيد سيحتوي على sweaty glans ولكن هناك بعض من هذه sweaty glans ستكون هي specialized اللي سيحتوي على ال eyelid واللي رح نسميها glans of more إذن بشكل عام عدنا الصفيشوس الغلانت واللي هي حالة حال أي أي part of the skin وعدنا two modifications اللي تشملنا عدنا مبين الغلانس اللي هي متصلة أو لها علاقة في التوصل وعدنا الغلانس 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 اللي هي حتكون مع وعدنا أيضاً السويت الغلانس اللي هي موجودة بشكل عام اللي هي وعدنا الموديفايت اللي هي الغلانس بالنسبة للليد مارجن المقصود من البنكتم هو الفتحة التي يخرج من عند الدمع يعني النقطة التي يخرج من عندها الدمع من اللاكريمال الغلانس فعدنا اللي هو اللاكريمال بورشن اللي هو ميدل توذبنكتا وعدنا السيليري بورشن اللي هي يعني لاترل توذبنكتا It consists of eyelashes, which is cilia And this is called ciliary portion So it's called cilia Or eyelashes About 150 on the upper and 75 on the lower Like we said, upper eyelid is bigger So the glands are bigger and the eyelashes will be bigger They are replaced every 4 to 6 months But can grow back faster if cut So there are some people who are going to cut them So this is the rate 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 أيضا بالليد مارجن عدنا The gray line By definition the border between the anterior والتي تنطينا لاشيز والسكين والأربيكولاريس والبوستيرير والترسل بيت فإذا الانتيرير والبوستيرير لاملي إذا عدنا أكفة مكان اللياح بهالطريق بهالشكل هذا نسموها The gray line اللي هو ينشأ من المصل أوف ريولان هاي المصل هاي المصل هاي المصل راح تقسمنا راح تقسمنا الليد إلى انتيرير وبوستيرير الانتيرير اللي هو وكأنما نحن نعتبره اللي هو علاقة بالسكن اللي أشي يعتبره الاسكن عدنا الاسكن والمصل وعدنا اللاشس البوستيرير أكثر شي هو اللي هو علاقة في الكونجيكتايفا أوكي واللي هي يشمل لنا إيش؟ يشمل لنا الميموبيني جلاند أوكي وأيضا يشمل لنا هو التاصر بلايت والكنجيكتايفا وكانجيكتايفا الكونجيكتايفا فأكيد الميموبيني جلاند أوكي ستفتح ويصب بالبوستيرير أكي يعني هذا الانتيرير لنا لن نشمل الانتيرير الامام ولربوكولاجس هاي المصل وهنا المصل اللي مثل ما نقلن الحالى لتشملنا التارسير بلايت وتشملنا الكونجيكتايفا إذا لدينا الشكل ميكوكوتانيوس جنكشن اللي راح تكون مثل ما قلنا الانتيريار راح تكون بها الاسكن فتحتوين على سكويموس ابيثيليام بينما عندنا البوستيريار اللاينيغ ما لا ممكن يختلفه اللي يحكون عنه كونجكتايفل ميكوس ميكوس ممبرين كونجكتايفل ميكوس ممبرين فأيضا نفس الشيء هو مثل ما قلنا العلاقة بها الكونجكتايفل وانه هي تكون من الانتيريار راح يكون عندنا المصل ريولان وعندنا البوستيريار هي اللي يحتمطينا هذا الحد المارجن هذا هو عبارة كلته بالفبرول كونجكتايفل فإذا الليد مارجن مثل ما قلنا 2 مليمتر in width divided into two portions اللاكريمال portion والسيلياري portion من اسمه السيلياري فهيكون يحتوينا السيليار اللي هي نتبر ال eye lashes وبالأفر راح تكون هي أكثر وعندنا ال grey line اللي هي حفصل عندنا الانتيريار والبوستيريار portion وهذه مهمة فيما بعد فيما يخص الانتيريار والبوستيريار كرونيك بليفاريتس بالنسبة to the muscles of the eyelid فعدة أنواع أو عدة يعني muscles وأهم ما اللي هي الأوربيتالياريس أقل المصل واللي هي divided into four portion four portion فاتس divide into orbital part it is involved the forceful closure of the lid forms a ring of muscle rising from the medial catheter tendons and parts of the orbital rim فإذا أول يعني نوع اللي هو orbital part اللي هو الأكثر شيء خارجيا غير نغير لها اللي هو أكثر طبقة خارجية واللي راح يشوف مثل ما نلاحظ انه هي عبارة عن ring وهي متصلة بال medial cancer tendon اللي هو هذا الأبيض وهي تكون مسؤول كما سيسد الآيلة عندنا البالبيبرال part دعنا نغير اللون البالبيبرال part further subdivided into pretarsal or preceptal segment it is involved in the spontaneous blinking and participate in the forceful closure of the orbital part يعني إذا الأوربيتال part راح يكون هو voluntary closure البالبيبرال part راح يكون هو spontaneous blinking الترميش وأيضا ممكن يساعد في الفورسful closure both parts run from the medial cathod tendon arch over the anterior surface of the orbital septum and the tarsal plates and insert in the lateral cathod tendon and horizontal رافي حسنا 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 من medial إلى lateral و راح يكون عندنا preceptal و pre تعصل فراح نلون غير ألوان فهذا ال preceptal حسنا 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 هذا ال preceptal وعندنا هذا ال pre اه 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 اسمه pre tarsal فعندت انه related to the tarsal اه 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 ايضا احد الميثة انه يرسون to the great line or a great line to the eyelid margin and may contribute to the memobian gland secretion or eyelash position and blinking فعنشاء اللاهظ المصل of rheolan بما انه هي قريبة ايضا من الميموبian orifices فهذا ال rheolan وهي قليبة من الميموبian orifices فلاحظ انه ممكن يكون ال contraction of these muscles يساعد في الافراز او انفتاح الميموبين orifices جيد فاميكة الميموبين gland secretion هو eyelash position و ايضا هي لها علاقة في ال eyelashes فممكن contraction relaxation ماله ممكن يغير اتجاه ال eyelash اوكي هي عنده في التون معين اذا تغير هذا التون ممكن ال eyelash ممكن ال position ماله يبدئ يتغير عندنا اخير مصل لالهورنوز part of the pre tarsal segment it opens the lacrimal sack اذا الhorner muscle اهمية انه opens the lacrimal sack فانزل الدمع دمع مثل ما نشوفها هي تتبر part of the pretarsal segment وهذه هي الhorner muscle اوكي 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 مثل ما نعرف انه هي يعني supplied by the facial nerve فاذا صار انه فالمريض ما رح يقدر ما رح يقدر يسد عينه احد انواع ايضا او احد المصص الموجودة هي elevator pulmonary superiors lps muscle يساول وانا تكون الانترسل الانترسل لاحظون او انشوفوا نفسك بالمرئة او عان طريق الكاميرا لاحظون اكوى الانترسل كما تكون الانترسل هي هذه سبب الانسرشن of the levator pulmonary superiors into the muscle ايضا عندنا upper edge of the tarsal plate فمثل ما انشوف عندنا التارسل فايضا ايضا سيكون بها insertion و medial and lateral pulmonary ligaments ومثل ما اشوفها هي superiores هذا elevator aponeurosis وايضا هو attached to the medial and lateral pulmonary ligaments الaction مثل ما نعرفه action is elevation of the upper eyelid والnerve supply هو عن طريق الثرد cranial nerve الأوكولوموتر so paralysis of this muscle leads to the ptosis the ptosis is what is going to drop the jaw let's see the case of the ptosis okay what is this ptosis that the jaw is going to drop the jaw so one of the muscles is the molar muscle it is a small sheet of smooth muscle originated from the under surface of the LPS muscle and insert into the upper edge of the upper tarsal plate فمثل ما نعرف لدينا المولر muscle وهذه المولر المصل وهذه المولر المصل التي هي باعتبار تحت elevator superior supineurosis يعني هذا المولر المصل وتحت بالضبط لدينا هذه المولر المصل على الفقر ويجب أن يكون لدينا المولر بالضبط لدى أن يكون نهت عشرة التصوير وكل نهت ما تتعرف مولر المصل والفنكشون والفنكشون لكثير لأنه إجابة الأفيض والتي تصاهم في انفتاح الجفن فإذا صار بها يعني باراليسيس وفي حالة مثلا الهونر مولر راح يصير عندهم مريض توسيس نيدال جفل العين فمثل ما لاحظة المصز نحن عدنا الأوربيكيلارس أكيليمصز وهي المصز الأكبر واللي أتساهم في جزء من البلينكينج وأيضا في الفورس والكروجر أوف ذا آيلد واحد كنا عدة أنواع أو عدة أقسام الأوربيتال بارت وهو الخارجي وعدنا البابيو براد والله يقسم على أثنين مثل ما أشوف باللون الأزرق هو عدنا البريسبتل وفي اللون المائل الأسفداد هو البريترسل بلايت وعدنا المصز الأفريولان اللي هو علاقة أكثر شيء في الريلين وعدنا المصز اللي هو علاقة في الكريمالساك ومثل ما قلنا هو عن طريق الفيشيال نيرف عندنا الفيتا بالبر سيبريروس مصل وأيضا لها دور في أنه الفتاح الجفن فهو يغذى في الأوكيلوموتور وإذا صار فيها خالة الأوبراليس سيصير توسوس عندنا المورال موسلز أيضا لها علاقة قوية في الالبي اس موسل ليبيور بالورو سيبريروس موسل ولكن التغذي ما لا رح يكون عن طريق السيمبثاتيك نيرف وراح يكون هي اتصالة بالتاصل بلايت وإنه يصير بأبراليس سيصير بيشيال اندوتوسيس سنتقل بعدها كونجينيطان لدينا أول كونجينيطان لدينا أول كونجينيطان والأيب كانثس وهذه هي طيّة لسكن هذه بالتحديد هذه الطيّة التي قد تنشع من الأور ليد وتنتهي بالميدال أو من الأور ليد وتنتهي بالكانثس ولكن في كل الأساسية أنه راح يتغطينا الكارنكر الكارنكر اللي وهوني راح يكون مغطة هذا الكارنكر راح يكون مغطة كما عاشرون و يعني ممكن تطيع نظرة أنه المريض عنده حول يعني مثلا هالمريض يعني نشوف أنه وكأنما عنده حول فلهذا يسمون السيد و سيكوينت التريتمنت راح يكون عندنا YVplasty أو Zplasty مثلا عندنا هذا YVplasty المقصد من عنده أنه هذا كعدنا لسكن وكأنما يعني يعني نحتاج نمده بهالطريقة فالمقصد أنه راح نعمل فتحة وبعدين نعمل Overlaping فبالتالي نطول الجفن نطول هذا يعني هو المشكلة أنه هو التشو ممكن يكون قصير فعاي سير بهالطريقة هذا فانطريقة Zplasty راح نزيد الطول هذه السيقيمت فراح تكون بها الشكل هذا وكي وبشكل عام هو Zplasty عملية Zplasty صير في أي منطقة من السكن من أقوعدنا التشو قصير ونريد أن نطوله فمثل بعد Burn من يصير عدنا Contractor فZplasty راح تفيد بهالحالة فانه نعمل To Limp وبعدين نجي نخيط بهالطريقة هذه فهذا length يعني فوضا هذا مثلا 5 سنتيمتر نلاحظ أنه صار بعد 10 سنتيمتر يعني هذا length يتحوي إلى هذا length عن طريقة العملية ومرات أنه يكون Single ومرات يكون Multiple مثل ما ترى هذا طول سيكون بعد بعد ما عملنا الملطبو Zplasty الطول نرى أنه كل أطول حسنا 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 فهذا بالنسبة Epicanthus وهو بالحقيقة common وغالبا غالبا ما نحتاج عملية يعني هو تقريبا يعني حلو لا يوجد ملطبو يعني لا يستخدم عنده غالبا زين أدنا أيضا نكون جثة المميز اللي هو Coloboma of the eyelid uncommon وممكن يكون هون lateral وقد يكون bilateral partial or full thickness of the eyelid defect التreatment إذا كان small defect هو direct closure أو إذا كان artifact skin graft or rotation فإذا مثلا كان هذا صغير ممكن نحن نحن نخيط أو ممكن تنحن المشكلة بينما تشوفون هذا الدفكت الكبير أو هذا الدفكت الكبير هذا ما يفيد لازم نحن نعمل ما skin grafting إنه ناخذ قطعة من skin في مكان آخر ونجي نخليها ونخيط على ال eyelid وأيضا ال rotation لفلاب اللي ناخذ ها مثلا من مكان قريب مثلا من هون ونعمل rotation وندخل ضمن الجفن أيضا عندنا من ال Conject Anomalyze اللي هو A Blyphoron وهو Absence of the eyelid بشكل كامل وهذه ال Condition المخيفة أوكي زين وعدنا Ankylo Blyphoron من يعني من Ankylo يعني هو وكأن ما صار وعدنا اتصال أو Fibrosis أوكي مثلا Ankylolysis أو اتصال أو Fibrosis أوكي ف Imperfect suppression of the eyelid فمثل ما نشوف هون عندنا ال eyelid هي ما مفصول فإذا Ankylo Blyphoron وكأن Fibrosis in the eyelid هذا المصطلح يعني هو بشرة تعفون أنه وشنو الشيخص بينه عندنا أيضا Blyphorophymosis which is lowering of the pulper fissure usually associated with congenital ptosis and epicanthus مثل ما تشوفون هذا عندنا Blyphorophymosis أنه narrowing of the pulper fissure pulper fissure هو هذا يعني هذا الفتحة العين يعني أوكي فغاحد تكون صغيرة ناره مقارنة بهذا وغالباً يكون associated with ptosis لسبب هذا النارمين ptosis ويمكن يكون associate with epicanthus عندنا telecanthus وهو تباعد الكنthus فإن ما يعني increase distance between the medial canthus due to abnormal lung medial canthus tendon فعدنا هذا ال canthus tendon وهو مثل ما قلنا في هذا المكان فراح يكون long فبالتالي هذا distance between the medial canthus راح يكون زايد يعني هذا distance راح يكون يزيد بالنسبة treatment shortening and refuxation of the medial canthus tendon يعني المشكلة أشنو أنه medial canthus tendon هي طويلة long فالحال أشنو أنه أنه معمد shortening و refuxation وغالباً ما نحتاج عمليه غالباً ما نحتاج عمليه الذي كان زين هذا بالنسبة congenital anomalies التي أخذنا أخذنا epicanthus وهذه الطي vertical و المعارش هو Z plastic أخذنا coloboma والذي راح يكون نقص في الجفن وإذا كانت direct closure وإذا كانت large راح يحتاج flap لدينا polyphoron وعرفنا تسمية مالها وعرفنا polyphorophymosis الذي يصير عند congenital غالباً وعرفنا والمشكلة أنه سيكون long medial cancels tendons وعالج أنه قصر medial cancels cancels tendons بنايد nodules and cyst كاليزيان أو الميموبيان cyst إز كرونيك ليبو جرانوماتيس انفلماتي ريجين سيكون با بلوكيج الميموبيان الجلان الأولفاس و ستاغنائيش السيبيسي السيكريش لا يوجد مفكش إن مور فريق ملتوب من باستخدام أكني رزوش و سيبوري تماتايتس كاليزيان كاليزيان هي بسبب إنه انفلماتي بسبب هذا البلوكيج فلسي عندنا السيكريش سيبدأ يضلي يتجمع و يكون عندنا يعني small mass اللي هي هذا كاليزيان الهي هو painless nodule and occasionally blurred vision ال painless nodule يعني painless يملك inflammation و nodule اللي هي النوجل صفحة المخصد منا و occasionally blurred vision مرات هذه النوديل ستكبر بحيث أنه تعمل تعمل ل vision فهي يسي patient blurred vision الصين round firm lesion in the tarsal plate ليش لأنه ينهي موبين glans بالtarsal plate polypoide grine lomo a virgin of islet seen from the pulporal part of the conjunctiva المقصد إنه إذا وفعنا الجفن من a virgin للجفن بهال شكل هذا وشفنا في داخل الجفن أشكو بشكل بهذا الطريقة هذا راح نشوف وكأنه يوجد polypoide وهو يشبه polyp من الداخل sometimes is associated to blepharitis فأيضا ممكن أنه أيضا يعني associated with blepharitis ليش لأن blepharitis وال kalyzyon 2 ميجون مع acne rosacea وال cyboric dermatitis أتوقع عندي صورة خيط لها cyboric dermatitis هي هذه condition أنه في بعض مناطق أنه الإفراز الدهني سيزيد كثير في السكن ويما أنه الآلد هو نوع من أنواع السكن فأيضا ممكن يتأثر فيجينا with blepharitis وممكن kalyzyon وعندنا acne rosacea اللي هي الوردية أو الزهرية ما حش كان اسمها بالعربي بس موهم أنه أكني هم هي دهنيات تنفرز من السكن ويصير بها inflammation فالصير حمراء بهذا الشكل فأيضا هذه condition هي affecting the face فالمون قريب عليها قريب عليها الزهرية فأيضا ممكن تكون being affected ويجينا أيضا with blepharitis and kalyzyon الزهرية فالنسبة لي البرزنتيشن والساين أن تريتم قد يكون هو الكونزرية سابسة 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 بسيط وهو عبارة عن مادة فانشيلة وتنتهي قضية المالية إذا نشوف أنه أكثر مرّة منها ورجعت فبهل حال لازم نعمل بايوبسي إنان ممكن تكون سابسة جلاند كارسيني وليو صراحة كل شرير لدينا أيضا أحد الوضع ستيرويد إنجيكشن جيد لتكون سابسة لتكون مرّة لتكون مرّة لتكون مرّة لتكون مرّة مثل لتكون لتكون بانكتام لماذا لأن نحن لا نريد نعمل إنجيري إذا كان سجر من إنجيجن فإذا كان قريب من المرّن قريبا من البنكتام إذا عملنا سجر ممكن يعمل فائبروسوس وعملنا مشاكل فبالحال أن نفضل الستيرويد إذا كانت كبيرة ما أحد فإذا كانت صغيرة ممكن مثل ما نشوف هذا حقا الستيرويد أيضا سيستيميك ترساكلين as prophylaxis particularly in acne rosacea and syporic dermatitis where calisian is very frequently الأفضل نحن ننطي systemic tetrasycline أن نمنع حدوث الكاليزيون والtetrasycline ليش يعني هاي فقط من ملاحظة يعني إضافية tetrasycline ليش ننطيها كثير مثلا بالعيون بما يخص disease affecting the eyelid أو ننطيها في حالة الجلدية لأن tetrasycline يتركز بكميات أو بكونستريشن عالية في الاسكن والآلد هو السكن يعني تدرس هنا راح تمركز هنا أيضا من البنان نوج أنسيست هو لدينا internal horadulium horadulium ومعفش أن اسم إذا كان لدينا مبيني glans لا بقرام ماطس inflammation without infection ستنطي calisian إذا no infection إذا كان صار infection فراح نسميها internal horadulum وهي غالبا يعني نفسكين أشي يصير بها غالب infection بس لا في lecococorius فأيضا الآلد نفس الحال السينس هنا كان painless هنا صار painful tender فمثل ما تشوفون هذا عندنا lintenum horadulum بال tarsal plate سيصير بعدنا infection ويصير أيضا يتكون لدينا abscess formation ومثل ما أشوفون ما أغب حيقة ما abscess وإنما هو post formation أو ممكن نعتبر small abscess فهذه عندنا نحن اليوم treatment سيكون عندنا warm compresses for at least 10 minutes يعني لمدة أربعة مرات فيها اليوم نحن نعمل drainage يعني همين بالجراحة بشكل عام هتعرفو هاي المعلوم هكيد فإذا نحن نعمل warm compressing ونحاول نعمل drainage ونعمل حتى لا ضل هاي infection topical antibiotics and systemic antibiotics are needed if there is preceptor cellulitis فغالبا نحن 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 بtopical antibiotics مثلا الفيوسيدic acid وفي حالة أنه مثلا الpatients صعند cellulitis فننطي systemic antibiotics incisions and curate for the residual nodule after the acute infection has subsided إذا نحن أول شي نحن زيد الـ drainage راح ننتي antibiotics إما topical أو إذا كان systemic إذا صار الpatients عنده cellulitis بعد ما راح الـ acute infection عن طريق antibiotec أكيد راح يضل أكفد يعني nodule فأيضا نحاول نعمله surgery فمثل ما نشوف هنا عندنا هذه الـ antinal horadula التreatment oral antibiotec cifixim على فرضا وأحد الشارات للتوبic antibiotec هي phycetic acid 1% اللي أيضا ممكن أن أعطيك كتبك عندنا الأكسين اللي اللي هو الدم للجفن بالنسبة بالنسبة للصيب بما أنه infection فراح يكون tender و inflamed swelling in the lead margin which which points anteriorly through the skin و رح يكون هو لها علاقة في eye follicles التreatment أيضا warm compresses بما أنه فات أدنا abscess or purulent secretion فنحنا نحاول نعمل drainage for warm compresses و لماذا warm compresses بالتحديد لأنه عبارة هذه secretion سيكون بها تجمع والدهن في الحرار أو درجات الحرار العالية سيضوب فمن نحن حار فبالتالي سيساعد في تذويب الدهون وأيضا سيساعد في الانتبائيوتيكس سيأتقليب أنه نفس الكلام ولكن يضاف اللي هو الابيليشن رموال of eyelashes by forceps to enhance the range of the pus systemic antibiotics of the reseptal cellulitis إذن سواء external أو internal هو نفس the treatment warm compresses topical antibiotics و systemic antibiotics of reseptal cellulitis ولكن راح يضاف لها أنه تتعرض an incision وال recurretage for residual nodule بينما هنا راح يصير الابيليشن اللي هو نحن نشيل الالاي lash و حتى نزيد الدرينيج أو بص فإذا مثلا هون الالاي lash الذي نشوف ه الذي لها علاقة بهذا البص فنحن راح نشيل فبالتالي زيد الدرينيج مثل ما نعرف الزيز أو الزايس glاند بالحقيقة هو خائل اللفظ فالمهم لدينا زايس glاند أو زايس glاند سيكون لها علاقة باللاش فبالتالي من حيث يصير انفكشن لها أو إذا شرنا اللاش فالأكيد سيساهم في الدرينيج زايس لدينا السيس زايس و مول سيس سمول و كرونيك نوديل نوديل على مارجن فمثل ما نشاء اللحظ أنه نفس الحال أنه ممكن مرات يصير بلوكيج لهذه الغلانز فبالتالي أنه يتجمع بس ما يتجمع المادة التي تفرز ولكن ما لدينا إنفكشن فبالتالي أنه سيكون كرونيك باينليس وأوباك نوديل لأنه السيكريشن مالها و مارجن السيست أو مول سيسمل بط ترانسلوسين لماذا لأن زايس تفرز مادة دهنية فأكيد راح تكون هي المادة ثخيني فبالتالي ما تبين ترانسلوسين بينما أوباك بينما بالمول هي تفرز هي موديفايت سويت الأكسيجن لا يمكن فأكيد أشكالي فمثل ما أشوفه هنا نوجد الكاليزيان وهي الحردلوم وهي أكيد برونت ومثل ما أشوفه تخريبا قريبا يعني بإنس ولكن هذا سيكون أوضح بالهردلوم واحد عنده painful rather than painless ورح ناخذ السبعة شوية المارجن المليفراتيس الكرونيك المليفراتيس it is a very common cause of ocular discomfort and rotation وصراحة يعني كلش common المليفراتيس may be subdivide into anterior and posterior although there is considerable overlap and both types are often present makes a bleفراتيس فإذن according to the line to the green anterior compartment of the eyelid or posterior فإذن anterior إذا صار به أشكال ينحس anterior bleuphritis وال posterior posterior bleuphritis فال bleuphritis مثل ما نشوف anterior posterior anterior stafel caucos وال cyboric و ادنا posterior أيضا تكون موجودة وهو Mgd المموبين gland dysfunction okay وهو طبعا البوستير يحتوي على المموبين gland فعند anterior bleuphritis affects the area surrounding the bases of the eyelashes and may be staphylococcus or cyboric stafelococcus and cyboric 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 or staphylococcus bleuphritis may be abnormal cell mediated response to components of the cell wall of the stafelococcus I don't think commensal but it's not common infection so it's very important that it's in the skin it's skin but the body is abnormal inflammation أيضا نفس الحالة عندنا السيبوريك بليفريتز This is a strong associated with generalised seboric dermatitis This characteristic involves the scalp As you can see, the scalp will be a patient with dandruff And the next is the bald Okay, what is between the eyes and the skin behind the ears and sternum So this is the seboric and the staphylococcus Blyphoritis And the two are along the anterior plepharyitis We have posterior plepharyitis which is caused by memoving gland dysfunction فهي M, G, D موبيني جلاندسونكشن and alterations in the moubian gland secretions Bacterial lipases may result in the formation of free fatty acids This increases the melting point of the amoeba يعني هاي البكتيريال lipases اللي هاي ممكن تكون هي من ضمن الموبيني جلاندس أو تعمل تكون تعمل تعمل لها فراح تتغذى على يعني السيكريشنز من الموبيني جلاندس وتكون free fatty acids بعد اكتر فهذه ايش رح تعمل This increase the melting point of the amoeba مثل ما قلنا انه المواد الدهنية هي بالحرارة الذوب هون في حرارة الجسم الاعتيادية رح تبدأ الذوب ولكن بسبب هاي البكتيريال lipases وإنكيس الفاتي acids فدرشت حرارة الجسم ما رح تخضر انه الذوبة فبالتالي increasing the melting point of the amoeba فالميبا ما رح يذوب فبالتالي يظل يتراكم ويعملنا المشاكل Preventing expression from the glands Contributing to the ocular surface irritations and possibly enabling growth of staphylococcus aureus حتى البستيريال هي أهمية تنتهي إلى staphylococcus aureus growth ولكن النقطة الأساسية اللي موجودة بالبستيريال انه موجود الدسفنكشن of the amoebine gland loss of the tear film phospholipids that act as surfactants result in increased tear evaporation and osmolarity and in unstable tear film فمثل ما عشوف هذا tear film عمي رح تخربط هاي amoebine secretions فبالتالي tear film ايضا رح سير بينه مشكلة بممكن العين اتعاني من الجفاف يسيح لديه دراي اي والمريض ممكن يضل يعاني من يعني greatness cessation زين بوسيريال بليفراتيس commonly more persistent and chronic than the anterior بليفراتيس there is association with acne روزيش ايضا مثل ما قلناها ال acne روزيش ممكن لديكنا association ومثل ما قلنا بوسيريال هي more chronic لأنه هو أقفد عندنا مبين gland dysfunction وهذا الدسفنكشن ممكن يستمر حتى لو عالجنا هاي المشكلة من البكتيريا Diagnosis of chronic preferentis involvement is usually by lateral and symmetric يعني الشال اللي هاتفر على الجفن فراح تاثر على الجفن آخر يعني منطقية ومثل ما قلنا مثلا في حالة ال acne rosacea السيبروك درماتاتيس فأكيد ال condition أصلا هي systematic فأيضا راح تاثر على two eyelids burning حرقة greatness اللي هي وكأنما يحس أكوفة درامل أو في شيء يضوج العين وهذا يحسه كل ما يفتح كل ما يعمل blinking mild photophobia اللي هو التحسس من الضوء crusting and redness of the lead margin اللي هي تقريبا أهم شاء الله يعني بالexamination والكسيمتنس with remissions and exacerbational characteristics يعني المريض هو ممكن يعني تتحسن حالته بعد تسوء وتحسن وتسوء وإلى آخرين فأممي من شاء الله عدتلي اللي كاركترستيك symptoms are usually worse in the morning ليش in the morning لأن المورنق يكون بيها جفاف يعني الزفاف راح يزيد فبالتالي المشكلة راح يزيد أكثر ortho in patients هذا طبعا هذا النورمال يعني المريض هو ما عنده مشكلة في في اللاكريمي للغلانز ولكن patients would associate dry eye أما إذا ما عنده مشكلة في اللاكريمي للغلانز مثل على أفراضا شوغرين disease فأصلا هو حيث يظل dry eye فأكيد هو يعني أول من يقعد يعني أكوفاد شوية يعني 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 ترطيب بعدين أكيد من يتحرك ويمشي ومعفل المفروض اللاكريمي للغلانز المقصد من هذا الكلام أنه يجينا نحن العياد على أفراضا ونشوف أنه هو وإلى آخره والمرض هو ما يعاني من شيء فما الحالة نقول أن المريض مليحة يعني هي المسألة أنه نحن ما نقيسها لا نشوفها بالنظر مع طريقة science وإنما أنه المريض هو اللي يحس subjectively المريض هو يعني يعني يحس أنه مليح مع الضوج وعينه أو أنه على الضوج وعينه فإذا عندنا or burning or sting sensation in the eyes watery eyes itchy eyes eyelids that appear crazy and flaking of the skin around the eyes وسي راح نشوفه crossed eyelashes or red swollen eyelids وعدنا red eyes فهذا مثل ما نشوفه عندنا نcrustations اللي نشوفه بالآيلد وكذلك بالآيلد وكذلك بالآيلد وكذلك بالآيلد بسبب هذا السيكريشن فالساينس staphylococcus ومثل ما نشوف هون احمرار العين والconjunctiva أوكي ومثل ما نشوف هذا الموجودة الموجودة long standing cases may develop scaring and notching of the eyelid madrosis and trichiasis and poliosis طبعا ها يناخذه فيما بعد يعني في المحاضرة الثانية ولكن أكيد هو ك يعني ك chronic inflammation فأكيد ممكن تؤدينا إلى complications اللي من ضمن scaring associated tear film unstability and dry eye syndrome are coming فأيضا مثل ما نشوف في التير فيلم بما أنه أكو عادة مشكلة في هذه الإفرازات ويتأثر على التيرينج ويعطينا dry eye فبالتالي التير فيلم راح تخربط الcomponent ما نتو ويكون أكثر عرضة أنه يعني العين تنشف يعني بشكل عام تتحول إلى dry eye طبعا فهد ملاحظة أنه هو dry eye بحذ ذاته وممكن تؤدينا إلى bleiferitis وممكن بحذ ذاته تؤدينا إلى dry eye حسنا لدينا أيضا في حاطة السيبوريك بليفاريتس سيكون hyperimic and crazy interior lead margins with soft scales and adhering to the lashes to each other مثل ما نشوف أنه هي أكو موجود scales ولكن راح تكون أنه هي خفيفة إذا نقارنها بهذه هنا نشوف أنه هي أصفرارات مناطق صفراء ومبينة ثخينة تثخنات بينما هون راح تكون شوية أخف يعني هذا اللي يعيج مع هذا الأبيض هو الشفع تخريبا أوكي هي soft scales بالنسبة للباستير بليفاريتس فراح يكون capping of the mymobian glands orifice with oil globules هذا capping اللي هي هذا الشكل أوكي وهذا ليش الغلاند أو orifice of the mymobian gland يعيسير بيها obstruction فبالتالع تتجمع secretion فتظهر بهذا الشكل putting recessions or blocking of the mymobian gland orifice أوكي فهي عدة مصطلحات والتي كلها تشير إلى هذا يعني انحجاز أو يعني انسداد the mymobian gland orifice hyperhemia and telinjectasia of the posterior lead margin فمثل ما انشوف عندنا وهو حمرار هذا الحمرار هذا وهذا telinjectasia اللي هو diet blood vessels مثل ما انشوف ها هون فهذه كلتها تعتبر telinjectasia pressure on the eyelid margin وهذا النقطة جدا مهمة pressure on the eyelid margin result in expression of the mymobian fluid that may be turbid or toothpaste like فمثل ما انشوف كأنما هو مثل المعجون من الأسنان فمن نعمل expression induce بقوة فمثل ما انشوف ان نستخدم الكوتن واندوس بقوة فنعمل expression لهذا المموبين gland secretion واللي راح يكون thick يعني همين نفس الحال انه هو عد خربط components of the tear film فايضا راح يكون عدنا unstable وابما انه هو اكوة يعني secretions thick فراح يكون وكأنه مفروثي يعني هاي secretions واللي تبدي راح تتجمع on lead margin or iron كان طحي the treatment هو المشكلة اشنو نفس الحال انه اكوة secretions ما عدت خرج وعلي يصير عدنا نوع من انفكشن وكذلك inflammation فتقريبا المعالجة انه راح تشمل هذي الشغلات كلتها the treatment of the anterior and posterior disease is a broad disseminar for both types يعني هي بشكل عام نفس the treatment ولكن خصوصا بالposterior راح تكون شوية مور كرونيك lead hygiene can be carried out once or twice daily إذا دائما ممكن استخدم cotton وممكن warm يعني ممكن مثلا normal saline ونبدى نحن نسح عن عن نصل وحتى مثلا baby shampoo ما ممكن يفيد a warm compress should first be applied for several minutes to soften the crust at the basis of the lashes فمثل ما قلنا warm compress راح يعمل softening of this crust فبالتالي ممكن يصير اصحل remove crust and toxic products by scrubbing the lead's margin daily with either commercial lead scrub or a cotton butt tipped in 25 solutions of baby shampoo يعني انه ممكن اكفد commercially available lead scrub okay من المواد هي خاصة او انه حتى مرات baby shampoo ممكن يكون فيه لانه not irritative to the to the conjunctyper فما حيث سبب انها مشاكل فاذا مثل ما نشوف lead hygiene هو جدا جدا مهم نبدى نحن warm compressor compress ونخلين لفترة وبعدين نحن نعمل نبدى نعمل scrubbing الكوتن بضع المال الاذام تنضيف الاذام هذا بالنسبة ليش للهائجين هو جدا جدا مهم once or twice داية انيشال يمكن نعمل مرتينة ثلاث مرات بعدها ايضا نضيف انتبايوتكس topical sodium fucytic acid or chlorophyllico اللي هي يعني الفيسيديك اسد يجينا ممكن قطرات وممكن يجينا كدهن أو oraintment وعلى chlorophyllico اللي غالب يجي قطرات or the antibiotics include doxycycline 5-100 mg twice for one week and then once daily for six to 24 weeks يعني هي ومثل ما قلنا نستخدم doxycycline و tetracycline لانه تركز بشكل كبير في السكن وكذلك في السكن هذا tetracycline ممكن من نستخدم الأزيثروميسين 500 mg daily for three days for three cycles at one week interval يعني المقصد من عنده انه مثلا بديته يوم الأحد احاخذ أحد ثنين ثلاثة بعدين اوقف لمدة أسبوع بعدين اخذ ثلاثة أيام أخرى وأوقف أسبوع واخذ ثلاثة أيام أخرى فهذه يسمى three cycles والأزيثروميسين المقصد ليش همينه ممكن نستخدمه لنفس الحالة انه هو يتركز في السكن هو يتركز في السكن السكن والأزيثروميسين المقصد ليس له أطول فبالتالي نحن ممكن هذا الرجم الذي يفيدنا انه نقطع أسبوع لكنه يظل يعني متوفر بالسكن tetracycline may be more effective in the treatment of the posterior disease and azithromycine in the anterior فشافوا انه في الانتيرير الازيثروميسين يعني تترسل في ترك المناطق أكثر وفي ترك الجلانس بينما tetracycline مثل ترك المناطق والجمل هال confused ستخدر المنطق أو or twice daily is an alternative. فإذا ما نقدر ننطي التدرساكلين ننطي ممكن Eletromycin وهذا خاصة بميس posterior blephritis. إذن قدن أنه هي عبارة عن Acocrustations و secretions في الhygiene وعدنا كذلك مشكلة في الinfection فإن ننطي antibiotic وعدنا أيضا inflammation ففي الinflammation ممكن ننطي topical steroids مثل عندنا fluoromethalon 0.1% 4 times daily for one week is useful in patients with substantial active inflammation especially papillary contract مثلا المريض هو يجينا red eye ويجينا burning sensation فنحن نحسن حالة المريض بشكل سريع فممكن نحن ننطي topical steroids tear substitutes and other dry treatment يعني مرات أنه يصبح عنده dry eye فأنه نحن ننطي artificial tears تفيده كثير فمثل ما أشوف فهي تفيد شديك acid وعدنا هذا أشنو هذا صراحة ما خلت صورة ما أذكر أيش عوما وهذا عندنا الثور مثل 0.1% وهذا بما يخص المحاضرة الأولى إن شاء الله كان الشرح مفيد وتوضحت النقاط المرهمة وبالتوفيق إن شاء الله طبعا هو موضوع chronic peripheralitis هو بعتبر من أهم المواضيع والconjunctal anomalies أيضا هي مهمة والتفريق طبعا بالإمكانة بشكل عامية من سهل إن شاء الله فتعذروني من أي قصور وإذا كم يسألوا استفسارنا دائم من حالة بالجروب وبالتوفيق إن شاء الله موسيقى